يشكل العنف الأسري خطورة كبيرة على حياة الفرد من جهة والمجتمع من جهة أخرى فمتى ما كانت الأسرة صالحة ومتماسكة كان المجتمع صالحا لكن ظاهرة العنف الأسري انتشرت بشكل ملفت في المجتمع العراقي بعد الاحتلالين الأمريكي والإيراني في عام 2003 فتنوعت هذه الظاهرة بأشكال مختلفة فمنها ما يكون موجها للذات أو يكون العنف بين الأشخاص أو قد يكون جماعيا فهو سلوك أفراد ضد أفراد آخرين يهددهم أو يوقع بينهم الضرر مديرية حماية الأسرة والطفل ضد العنف الأسري في وزارة الداخلية الحالية أعلنت عن تسجيل أكثر من 16 ألف حالة عنف أسري خلال السبعة أشهر الماضية من العام الحالي بينما أكدت مراكز اجتماعية وإنسانية تزايد حالات العنف الأسري في العراق وأنها سجلت نحو 17 ألفا وخمسمائة حالة ارتبط العنف الأسري بمظاهر منها العنف ضد المرأة وضد الأطفال وضد المسنين ولا تقف أثار العنف الأسري على الناحية الجسدية فقط بل ينتج عنه أثار نفسية كبيرة على الضحية مما تؤثر سلبا على الأسرة والمجتمع مع عدم قدرة الضحية على الإبلاغ عن المعتدي بسبب الأعراف والتقاليد العشائرية والخوف من المجهول مختصون في مجال الأسرة أكدوا أن من أهم أسباب انتشار ظاهرة العنف الأسري تفشي المخدرات في المجتمع العراقي وضعف القانون وسيطرة الميليشيات التي تساهم بشكل كبير في تجارة المخدرات ودخولها للعراق كذلك سعي الاحتلالين الأمريكي والإيراني إلى تدمير المنظومة القيامية وتفكيك المجتمع العراقي فيما يرى مراقبون أن أسباب العنف الأسري ناتجة عن الوضع الاقتصادي الذي تعانيه الأسرة العراقية وعدم القدرة على تلبية متطلبات الحياة فضلا على الاستخدام الخاطئ لمواقع التواصل الاجتماعي وتناول المشروبات الكحلية حقوقيون ومختصون في علم النفس دعوا إلى ضرورة تشريع قانون مناهض للعنف الأسري يحافظ على الأسرة من الضياع إذ ازدادت مؤخرا حالات انتحار بسبب التعنيف الجسدي واللفظي وكذلك يعمل القانون على الحفاظ على الوشائج الأسرية وأن يكون بصبغة عراقية خالصة بعيدة عن الاستنساخ من قوانين أجنبية اشتركوا في القناة